لها خلي رقيب من الحكومة على أداء السوق ممكن الأزعار يعني الأزعار دي ما أصل السلعة دي يا منتجة محليا يا مستوردة من برة أنا كحكومة عبر الوزارة والإدارة المختلفة مع الجلوس مع إخوانا المستوردين أو الناس اللي بيصنعوا داخليا اتحاداتهم نقعد نحدد قيمة السلعة دي من تأتي من أخاص الأرض من حيث هي واخدت لها حق الأجر والجمارك والتخزين والترحيل وكله واخدت لها نسبة بتاعة عشر في المئة نقول ربح إذن طلعنا معا بديباجة على السلعة المحددة إن السلعة دي القيمة بتاعاتها كده سواء كانت جاي من برة أو من جوة مع العناية بالجودة بتاعاتها تكون ممتازة وجيدة وغير مضرة بصحة الإنسان وبقيتها في العديد دي الآن ما موجودة أي إنسان الآن بيبيع أي سلعة من أي شكل السوق ده فيه سلعة مضروبة سلعة فاسدة سلعة مضرة بالصحة العامة سلعة ملوثة مضرة بالبيئة سلعة محكومة بمزايا التاجر تجيبوا الليل يقول لك بكذا وبكرا يقول لك بالحدة أهلا الاقتصاد في نغياب الدولة ترجمة نانسي قنقر